بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي بناتي طلبة الصف في الأول السنوي أهلا ومرحبا بكم نهاردة في الهندسة التحليلية بندرس الدرس الرابع تطبيقات على المتجهات في المثال الأول بقول باستخدام المتجهات إثبت أن إذا تساوى وتوازى ضلعا متقابلا في الشكل الرباعي كان الشكل متوازي أضلا عندي في المعطيات بنقول الشكل ألف به يمدل ده شكل الرباعي وعندي ألف به قطعة مستقيمة بتوازي القطعة المستقيمة ده الجيم وألف به بيساوي ده الجيم المطلوب إثبات أن القطعة المستقيمة به جيم بتوازي القطعة المستقيمة ألف ده عندي بنرسم عمل ألف جيم بنقول هنا بما أن ألف به يساوي ده الجيم والقطعة المستقيمة ألف به بتوازي القطعة المستقيمة دال جيم إذن المتجه ألف به بيساوي المتجه دال جيم عندي في المسلس ألف به جيم ألف جيم متجه بيساوي ألف به متجه زائد به جيم متجه وعندي في المسلس ألف دال جيم برضو ألف جيم متجه بيساوي ألف دال متجه زائد دال جيم متجه عندي هنا بنقول بما أن ألف به متجه بيساوي دال جيم متجه إذن به جيم متجه بيساوي ألف دال متجه وبيكون به جيم كقطعة مستقيمة بتوازي القطعة المستقيمة دال جيم إذن الشكل ألف به جيم دال متوازي أضلع عندي في المسال رقم 2 باستخدام المتجهات تثبت أن القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفة يضلعين في المسلس توازي الضلع التالت عندي في المثلث ألف به جيم نقطة دال منتصف ألف به ونقطة ه منتصف ألف جيم نقطة دال منتصف ألف به إذن ألف دال بيساوي نص ألف به وبالتالي المتجه ألف دال نص المتجه ألف به وعندي هنا بنقول ه منتصف ألف جيم إذن ألف ه بيسوي نص ألف جيم والمتجة ألف هي بيسوي نص المتجة ألف جيم في المسلس ألف به جيم به جيم متجة بتسوي به ألف متجة زائد ألف جيم متجة وعندي دي هنديها رقم واحد وعندي في المسلس ألف دال هي بنقول دال هي متجة بتسوي دال ألف متجة زائد ألف هي متجة حنشيل دال ألف ونحط نص ألف به ونشيل ألف هي ونحط نص ألف جيم بناخد نص برة عامل مشترك بقالي به ألف متجه زيد ألف جيم متجه دي هنديع رقم اتنين من واحد واثنين بينتج ان دال هي متجه دال هي متجه نص به جيم متجه إذن دال هي قطعة مستقيمة بتوازي القطعة المستقيمة به جيم وهو المطلوب بنلاحظ هنا ان دال هي بيوازي به جيم وقلنا ان دال هي نص به جيم إذن معيار المتجه دال هي بيساوي نص المتجه به جيم وبيكون القطعة المستقيمة دال هي بتساوي نص به جيم وثبتنا الجزء الثاني من النصرين في المثال الثالث بيقول لي بيستخدام المتجهات إثبت أن قطرية متوازي الأضلع ينصف كل منهم الآخر عندي بالعمل والبرهان بنفترض ان ميم نص به دال إذن المتجه به ميم بيساوي المتجه مين دال بنرسم المتجهين ألف ميم وميم جيم فبيكون في المثالث ألف به ميم ألف ميم متجه بيساوي ألف به متجه زائد به ميم متجه وفي المثالث جيم دال ميم جيم دال ميم المتجه ميم جيم بيساوي ميم دال متجه زائد دال جيم متجه عندي بما ان بهميم متجه بهميم متجه بيساوي ميم دال متجه ده اصلا من العمل اللي احنا عاملينه ازا والف بهم متجه بيساوي دال جيم متجه ده من متوازي الاضلاع ازا الف ميم متجه بيساوي ميم جيم متجه وحيث ان الف ميم متجه وميم جيم متجه لهم نفس الاتجاه ومشتركين في النقطة ميم ازا كل منهم يقع على المستقيم الف ميم جيم يبقى النقاط الف وميم وجيم تقع على استقامة واحد بما ان معيار المتجه الف ميم بيسوي معيار المتجه ميم جيم اذا منتصف القطعة المستقيمة الف جيم وميم نصف القطعة المستقيمة به دل اذا القطرين الف جيم وبه جيم ينصف كل منهم الاخر في المثال الرابع بقول باستخدام المتجهات يثبت ان النقط الف وبه وجيم هي رؤوس مسلس قائم الزاوية في به عندي الف به بيسوي به متجه الف به متجه بيسوي به متجه نقص الف متجه عندي هنا به متجه اللي هي سالب واحد وسالب اتنين سالب الف متجه اللي هو واحد واربعة سالب واحد سالب واحد يبقى سالب اتنين سالب اتنين وسالب اربعة تبقى سالب ست عندي المتجه جيم به بيساوي بهم التاجة ناقص جيم متاجة بهم متاجة قلنا سالب واحد وسالب اثنين سالب جيم متاجة اللي هي اثنين وسالب تلاتة يبقى سالب واحد وسالب اثنين تديني سالب تلاتة وسالب اثنين وسالب سالب تلاتة يعني موجب تلاتة تديني موجب واحد عندي هنا بما ان لو احنا ضربنا سالب اثنين في سالب ثلاثة تديني موجة بستة وعندي سالب ستة لو ضرطناها في موجة بواحد تديني سالب ستة يبقى موجة بستة وسالب ستة تديني صف اذا المتجه الف بي عمودي على المتجه جيم بي وقياس الزاوية بي تسا وتسعين درجة اذا المثلث الف بي جيم قائم الزاوية في بي عندي في المحصلة بنقول بتخضع القوى المؤسرة على جسم العملية تجمع المتجه بمعنى هنا لو انا عندي ده جسم وشدته قوة متجه قاف واحد ونفترض انها بتساوي ستة في اتجاه ي عندي الاتجاه ده هنفترض ان هو ده الاتجاه الموجة بنقول ده اتجاه ي وعندي القوة التانية قاف اتنين تلاتة في اتجاه ي بنقول هنا لما بنيجي نجيب المحصلة بنجمع القوة يبقى ستة في اتجاه ي وتلاتة في المتجه ي يبقى تسعة في اتجاه المتجه ي اي ان المحصلة قاف ساوي تسعة نيوتن وهي بتعمل في اتجاه الشرق عندي اللي ايجاد قوة محصلة مؤسرة على الكتاب عندي لذا الكتاب بتأثر عليه قوتين والقواتين متضادتين بمعنى ان نفترض ان احنا الاتجاه ده على الشرق حنتخده ايه متجه ونعمله موجب القوة هنا متجه القوة واحد بيساوي خمس وعندي فيه بيقابل الجسم احتكاك الجهة الاخرى فبنديله بسالب تلاتة لما بنيجي نجمع القوةين يبقى خمسة موجب وسالب تلاتة تديني موجب اتنين اذا المحصلة بتساوي اتنين بنخلي بالنا هنا ان القوة المحصلة في حالة اذا كانوا الاتنين في اتجاه واحد بنجمعهم وفيه اتجاهين متضادين بنترحهم من بعض في المسال رقم تلاتة بقول لي اذا اصرت القوة عندي ديقاف واحد ديقاف اتنين ديقاف تلات فيه نقطة مجدية احسب مقدار واتجاه محصلة هذه القوة مقاسة بالنيوتر عندي محصلة القوة بنجمع الثلاث قوة مع بعض بنجمع الاحداث السيني مع الاحداث السيني مع الاحداث السيني عندي هنا اتنين وهنا واحد يبقى ثلاثة وهنا واحد يبقى اربعة يبقى عندي اربعة في اتجاه السين بالنسبة للصاد عندي ده واحد وسبعة يبقى تمانية ناقص خمسة تديني ثلاثة يبقى عندي المحصلة قاف بتساوي اربعة في الاتجاه السين زي الثلاثة في الاتجاه الصاد عندي المحصلة او معيار القوة بيساوي عندي مربع مقدار المحصلة متجع قاف او معيار قاف بيساوي اربعة تربيع بستاشر زي الثلاثة تربيع بتسعة ستاشر وتسعة خمسة وعشرين تحت الجزرة الديني خمسة نيوتن لابن عندي هنا المحصلة خمسة نيوتن طب واتجاه المحصلة بنقسم الصاد على السين بيدي نيزاة الزاوية بالآلة الحزبة بنجيب هنا بنقول shift و 10 وعندي هنا بنعمل الكسر بتاعنا الثلاثة على الأربعة وبنقول هنا بيساوي بيديني 36 و 86 من 100 تقريبا بنقربها زي ما هو مقربها هنا بتديني 37 درجة تقريبا في المثال اللي بعده بقولي بتتحرك سيارة ألف على طريق مستقيم تتحرك سيارة ألف على طريق مستقيم بسرعة 70 كيلو متر على الساعة وتتحرك السيارة به على نفس الطريقة بسرعة 90 كيلو متر على الساعة يوجد سرعة السيارة ألف بالنسبة للسيارة به عندما في الحالة الأولى تتحرك السيارتان في اتجاه واحد اتنين تتحرك السيارتان في اتجاهين متضادين عندي هنا باعتبار أن هي متجهة وحدة في نفس اتجاه السرعة ألف ده ألف ويبقى الاتجاه هناخد الغرب هنا لاتجاه المد السيارتان تتحركان في اتجاه واحد يبقى في اللحظة دي عين ألف بتساوي سبعين في اتجاه ي ومتجه سرعة به بيساوي تسعين في الاتجاه ي عندي سرعة ألف بالنسبة للب بتساوي سرعة أو متجه سرعة ألف ناقص متجه سرعة به متجه سرعة ألف احنا عندنا سبعين في اتجاه ي وعندي ناقص عين في اتجاه ي يبقى هنا الفرق بين الاتنين تديني عشرين في اتجاه ي يبقى هنا أي أن نراكب السيارة به بيحس أن السيارة ألف تتحرك نحوه بسرعة عشرين كيلو متر يبقى احنا بنخلي بالنا أن هنا السيارتين في اتجاه واحد طرحنا السرعتين من بعض التسعين ناقص السبعين تديني العشرين ولكن هنا في التانية بقول للسيارتين تتحركان في اتجاهين متضدين يبقى سرعة ألف يبقى متجه سرعة ألف سبعين في اتجاه ي ومتجه سرعة به سالب تسعين في اتجاه ي لأن احنا قلنا أن نفترض هنا أن ي في اتجاه الشاق ده المجب يبقى السسعين التسعين يبقى التسعين عندي في اتجاه السلب يبقى عندي سرعة ألف بالنسبة له سرعة ألف سبعين ناقص ناقص التسعين يديني أي أن راكب السيارة به بيحس أن السيارة ألف تتحرك نحوه بسرعة مية وستين كيلو متر في الساعة بنلاحظ هنا نقطة أن احنا القوة لما كان القوة الاثنين في اتجاه بعض أو في اتجاه واحد كنا بنجمعهم هنا في السرعة لما كانوا في اتجاه واحد كنا بنطرحهم يبقى بنعمل العكس والسرعة لما كان الاثنين في اتجاهين متضادين بنجمعهم لكن القوة في اتجاهين متضادين بنطرح لغاية هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهاية الدرس الرابع من المتجهات تطبيقات على المتجهات نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته